السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام أما رؤية البنطلون الواسع في المنام فيدل على الرزق الوفير ومن رأى أنه يرتدي بنطلون واسع في الحلم فهذا يدل على الساعة في العيش والأحوال أما رؤية البنطلون الأبيض الواسع في المنام فيدل على الصلاح والعفة في النفس وتشير رؤية البنطل الأسود الواسع في الحلم إلى العز والرفعة أما رؤية البنطلون الطويل في المنام فتدل على الستر والهيبة ومن رأى أنه يلبس بنطلون طويلا ممزقا في الحلم فهذا يدل على الكسب المشبوه والحرام ورؤية شراء بنطرون طويل في المنام تدل على كسب المال الحلال وتشير رئة بنطرون الأسود طويل في الحلم إلى الحفاظ على العز تعرض للفضيحة والعار أما رؤية لبس بنطرون في المنام فتدل على ولاية ينالها الرأي وأول باشائر والزواج للعزب ومن رأى أنه يرتدي بنطرون أسود في الحلم فهذا يدل على العمل الذي يناله من منصبه ورفعته وتشير رئة لبس بنطرون رماضي في المنام إلى عمل فيه راحة وهناء أما لبس بنطرون جينس في المنام فدليل على السعي بجد وتعب شديد ومن رأى أنه يرتدي بنطرون جينس أسود في الحلم فهذا يدل على الشرف والسلطان لمن تعود على لبسه أما شراء بنطرون جديد في المنام فدليل على الزواج أو المنفعة من امرأة ومن رأى أنه يلبس بنطرون جديدا في الحلم فهذا يدل على العفة والطهارة أما ضايع البنطرون في المنام فدليل على ضايع فرصة أو خسارة مال ومن رأى أنه ضاع بنطلون ونم يجده في الحلم فهذا يدل على الضلالة والفساد في الدين فيما أخذ البنطلون في المنام دليل على زوال الشدة وتفريج الهم ومن رأى أنه أخذ البنطلون من الأخ في الحلم فهذا دليل على وقوفه بجانب الرأي في الظروف الصعبة ورؤية أخذ بنطل من النميد في المنام يدل على حدوث مكروف والله أعلم أما البنطلون في المنام للرجل فيدل على الأعمال والأرزاق فيما رؤية البنطرون في المنام للعزباء يدل على الستر والحفظ فيما البنطرون في المنام المتزوجة يدل على حسن حالها وما البنطرون في المنام للحامل فيدل على ولدات الزفلة ونثى أما رؤية البنطرون في المنام المطلقة فيدل على الزواج مرة أخرى والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم أتمنى أن ينال إجابكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله